اطلع وزير المياه والبيئة والفريق الفني المرافق له على تقنيات تحليئة المياه في عدد من الشركات المصنعة لتقنيات تحليئة المياه في البحر في العاصمة الهولندية لاهاي وتعرف وزير المياه والبيئة على هامش المشاركة بأعمال مؤتمر حكمة وتحليئة المياه الخاصة باليمن المنعقد بالمملكة الهولندية على تقنيات تحليئة مياه البحر التي تقدمها الشركة صناع المياه المعدنية لخدمات المناطق الساحلية الصغيرة بقدرة تشغيلية تصل إلى 150 متر مكعب وناقش الوزير الشرجبي مع الفنيين نتائج التجربة العملية لهذه التقنية والمنفذة في مشروع تحليئة المياه بمنطقة الوطية في الساحل الغربي بالتعاون مع منظمة كير بقدرة 5 متر مكعب والتي يجري تشغيلها بالطاقة الشمسية منذ العام 2023 كما زار الوزير الشرجبي والوفد الفني المرافق له شركة دونيا لمياه الشرف في لاهاي والتي تقدم تقنيات عادة تغذية المياه الجوفية من مصادر المياه خفيفة الملوحة وفلترتها بالعوامل الطبيعية قبل وصولها إلى الخزانات الجوفية